كما عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء يوم السادس والعشرين من سبتمبر مع مبعوثي للتحدي الأوروبي لدول الخليج الويجي دي مايو جاء ذلك على همشي مشاركته في فعاليات دورة 79 للجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعرض وزير الخارجية رؤية مصر لتطورات الخطيرة الجارية في المنطقة مؤكدا ضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة وعدم التساعي نطاق الصراعي في المنطقة على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان وأهمية تجنيب المنطقة خطر لانزلاق إلى حرب إقليمية وأكد عبد العاطي أن مفتح التهدئ في المنطقة يكمن في ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة مشاددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة لحل الأزمة في اليمن